استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء دروس الزبيدي بالقصر الرئاسي بالعاصمة عدن عددا من مشائخ ووجهاء محافظة صعدة واستمع اللواء الزبيدي من مشائخ ووجهاء ابناء صعدة إلى شرح وافن عن الأوضاع في محافظتهم وجددا دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي للجهود الشعبية والقبلية الحقيقية والمخلصة لتوحيد صف أبناء محافظة صعدة وباقي المحافظات التي لا زالت ترزح تحت سيطرة الماليشة الحوتية كما أكد الزبيدي إن تحرك أبناء صعدة لتوحيد صفوفهم في مواجهة الماليشة الحوتية والتعبير المعلن عن رفض أفكارهم وأجندتها الطائفية سيعطي الدفاع والشجاع اللازمين لأبناء المناطق الأخرى لأخذ ذات المنحة والبدء بتشكيل مقاومة حقيقية تفضي إلى التخلص من هذه الماليشيات وأفكارها ترجمة نانسي قنقر